على بقى على المنافسة على لقب الدوري عندنا مباراة في منتهى الأهمية ما بين الأهل والبرامدز يوم الاثنين اللي جاي نهاردة تم الإعلان عن طاكم تحكيم المباراة طاكم تحكيم ألماني حكم الساحة في هذه المواجهة هو الحكم فليكس سفير فليكس سفير ده حكم من الحكام الصفواء في ألماني واحدة واحدة كده عشان ايه؟ أديك الصورة كاملة الحكم ده واحد ومعه طاكم مساعدين ألمان برضو الحكم ده من حكام الصفواء في ألمانيا اتفقنا؟ هتقول لي ازاي؟ هقول لك أكبر المباراة في ألمانيا بيحكمها لسه محكم سيمي فاينال اليورو ما بين هولندا وانجلترا كان محكم مطش نابلي وبرشلونة فسو من نهاية دولة الأبطال الأخير فهو حكم من المفترض أنه حكم كبير خلاص؟ يعني أنا لو حد في اتحاد الكورة بعد الكلمتين اللي هقولهم دول قال لي لا أنت مش فاهم حاجة ده حكم كبير هيبقى عندهم حق عشان هو حكم كبير صح؟ صح بس الحكم ده اتوقف في 2006 في ألمانيا في قضية تلاعب بنتاج المباراة ست شهور توقف ست شهور ماشي؟ الحكم ده بيلنجهام لما كان بيلعب في دورتموند اتهموا أنه خد رشوة في القضية دي بعد مطش ببير ميونيخ ودورتموند في 2021 لما احتسب ضرب الجزاء على دورتموند اتقال وقتها أنها مش ضرب الجزاء حقيقة فبيلنجهام تلاع حاجمه وبيلنجهام تعاقب وقتها وتغرب ملايا تاني حكم كبير آه له خبرات آه قدر مباراة كبيرة نعم السؤال بقى البسيط جدا لين جيب حكم يسير الريبة في الوضع اللي احنا في ده يعني حكم زي ده ممكن ما يبقاش موفق في القرار في اتنين زي الطاقم الأسباني والحكم الأسباني اللي قدر المباراة الأولى بين الأهل والبرامنس كان عنده أخطاق بالجملة أخطاء بس عدناه مش مسكين عليه حاجة يعني جيبنا حكم وكان وقتها إيه بقى تركز معاي كان وقتها الحكم الأسباني ده احنا بنلعب اليورو فحكم الصفوة في أوروبا مش فاضين بيشتغلوا في اليورو فقلنا ماشي أي حاجة أي واحد أجنبي وخلاص أي خواجه وخلاص أنا دلوقتي إيه اللي يخليني مضطر أجيب حكم يسير الريبة ليه؟ ما الحكام كلها في العالم أعظم الحكام في العالم قاعدين في بيوتهم فاضين لا بطولة يورو ولا دوري أبطال ولا دوريات شغالة ولا أي حاجة بس أنا تصوري إنه الحكم ده لما تم اختياره تم اختياره إليه؟ ما ده لسه محكم نصف نهائي اليورو خلاص شكرا وبالمناسبة أنا ما بقولكش إنه الحكم ده هيفشل ما بقولكش إن الحكم ده مرتشف أي حد بقى عايز دليه حاجة ويحكم ما فيش كلام ده يعني برضو أنا مش بقولك إنه الحكم ده جاي وهيبوز المطش لأ ده هيمكن يعمل أعظم أداء تحكيمي في تاريخ الحكام الأجنب في الجنف مصر أنا بسأل ببساطة والله ليه إنه حط نفسنا في مواقف والسوشال ميديا كلها تتحرك النهاردة وكله يتكلم ودي حاجة أصل معلنة يعني بس أنا متأكد إنه ما بصتش عليها يعني الإختار ما بصش على الكلام ده بص بس إنه الحكم ده كان بيحكم نصف نهائي اليورو الأخير وده دلالة إنه هو حكم كبير تاني حكم كبير حكم كبير بس علي دوشة ليه بقى نعمل دوشة إحنا نفسنا نقصين إحنا دوشة ببساطة يعني أنا ما نفس أفهم الدماغ بتودينا لفين يعني اللي بيقعد يفكر ده بيفكر إزاي وهل بيفكر أصلا عشان هو أنا بقولك هو لو فكر وبص على السبيب الكامل هيقلق فيقولك بلاش ده بس هو ما بصش أصلا مش ترجمة نانسي قنقر